سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفت أكثر من 2400 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفية تناجمة عن الوباء في هذا البلد الـ 75500 وفات بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز فيما سجلت الصين إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة من دون أعراض أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني أفشلت فجر الجمعة هجوما واسعا لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب وكبدتها خسائر فادحة وأوضحت المصادر أن المعارك أسفلت عن مصرع قائد الهجوم للميليشيات في جبهة صرواح المدعو العقيد خالد حسين الكحلاني مع عدد من العناصر الحوثية